نناقش هذا الموضوع مع ضيفي من جدة دكتور خالد محمد بطر في الأكاديمي والمحلل السياسي أستاذ في جامعة الفايصر مستر خير أهلا بك معنا دكتور خالد لحظة المواجهة الكبرى مع إيران حانت لحظة المواجهة الكبرى مع إيران حانت ما الذي تستشفه من كل هذه التطورات؟ هذا وفق مراقبين هل فعلا نحن أمام المواجهة الكبرى؟ لن أسميها المواجهة الكبرى ولكن سأسميها مواجهة مستحقة وكنت أتمنى أن تكون قد حصلت من قبل إيران كسرت كثير من القواعد من قواعد اللعبة تخطط كثير من الخطوط الحمراء وأخيرا وصل الحد إلى تزويد الحوثيين بصواريخ تستهدف عاصمتنا الحبيب الرياض تستهدف مطار مدني فيه يمر عبره ملايين البشر تستهدف مناطق مدنية محرمة دوليا استهدافها ثم تدعي أنها لا علاقة لها بها رغم أن هذه الصواريخ كما أوضحت بقاياها أو ما حصلت عليه القوات التحالف هي صواريخ إيرانية وحددة النوعية وحددة الصناع نحن الآن أمام اعتداء عسكري مباشر على المملكة والمملكة لا تتهاون أبدا فيما يتعلق بأمنها طيب ما الذي تتوقعه اليوم يعني سبل الدبلوماسية فشلت واضح هذا الموضوع وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء بعد ما بات يعرف بالأربع وعشرين ساعة التي هزت شرق الأوسط بدأ من استقالة الحريري إلى إطلاق صواريخ من اليمن من قبل حثيين على الرياض لموضوع ما حدث القرارات والتنفيذ في المملكة العربية السعودية إلى أي مرحلة نحن نتجه لا أعرف بالضبط الخيارات كثيرة الخيارات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية كلها مطروحة للآن على الطاولة ولا أستبعد أي منها كما أن الجديد في الأمر اعتبار حكومة لبنان حكومة حرب وبالتالي فلبنان أصبحت كدولة مسؤولة عن تصرفات حزب الله وبالتالي إذا لم تردع هذا الحزب فستتولى المملكة وحلفائها ردع هذا الحزب حتى ولو كان على الأراضي اللبنانية وهذا ما يتم تخوف منه طيب تقول حضرتك يعني كثيرون اليوم قبل ما قلت حضرتك دكتور خالد يقولون بأنه إيران بما تفعله يعني تضطر الخصوم إلى خيارين إما مواجهة مباشرة مع النظام الإيراني أو بالوكالات ولكن أنت تقول بأنه ذكرت الحل الدبلوماسي هل ثمت ما يمكن أن يغير المعادلة اليوم من خلال حلول دبلوماسية أنا فقدت الأمل في الأمم المتحدة أن يكون لها أي دور لأن دورها أصبح واضحا ومكشوفا انحيازها مع الحوثيين مع إيران مع المحور الشر ولذلك فالأمر ميؤوس منها لكن لنا حلفاء كبار كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أعلنوا مواقفهم مما يجري وأعتقد أننا بقدراتنا الذاتية قادرين على حماية أنفسنا والرد على كل من يتهددنا إذا كان الحل الدبلوماسي أو حلولة سياسية أو المجتمع الدولي فشل في وضع حد لها فسنتولى الأمر بأيدينا كما توليناه من قبل في كل موقف فالأمير سعود الفيصل يقول نحن لسنا دعاة حرب ولكن إذا ضربت دفوف الحرب فأننا رجالها ونحن أبطالها وهذا أمر لن نتهاون فيه إن من يعلن الحرب علينا سنعلنها عليه وسننتصر بإذن الله لقد قال الأمير محمد بن سلمان كلمة شهيرة قال أننا لن ننتظر أن تستمر إيران في نقل المعاركة إلينا ولكننا سننقل المعركة إليها فلتنتظر إيران ما سيأتيها أنا أشكرك جزيلا دكتور خالد محمد بطار في الأكاديم والمحلل السياسي أستاذ في جامعة فايصل شكرا لك على هذه المشاركة معنا من جدة